السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلبة وطالبات التالتة اعدادي اهلا بيكم في فيديو النهاردة اللي بنحلي في محافظة اسوان الفصل الدراسي التاني الفين اتنين وعشرين اول شؤالة عندنا دايالوج بيقول لي طارق ومارك بيتكلموا عن وظائف الاحلام او الوظائف اللي هما بيحلموا بيها يعني طارق يقول hi mark do you have a plan for your dream job هل عندك خطة لوظيفة الاحلام بتاعتك طبعا هنا اكيد هيقول له yes فالاجابة تبقى yes i do ممكن برضو yes sure النقطة التانية عبارة عن سؤال مش عارفينه واجابته my dream job is to be a doctor وظيفة اهلامي هي ان انا اكون دكتور يبقى السؤال هيكون what's your dream job النقطة التالتة برضو عبارة عن سؤال اجابته my role model is dr. ماجدي يعكوب what about you وماذا عنك يبقى النقطة التالتة هنسأل عن role model يبقى هيكون السؤال who's اللي هي who is your role model لما قال له what about you يعني وماذا عنك المفوض هنا نحط الوظيفة اللي بيحلم بيها في المستقبل اللي هو طارق فالمهم مارك رد عليه قال له a journalist يعني صحفي اذا الوظيفة اللي بيحلم بيها في المستقبل طارق يعني هتكون ان هو يبقى a journalist يبقى الجابة هتكون my dream job is to be a journalist مارك بيسأل بيقول بعدها why do you want to do this job ليه انت عاوز تمارس هذه الوظيفة او تقوم بهذه الوظيفة طبعا رقم خمسة المفوض هيقول له بقى السبب نشوف بس كده اخر حاجة قال له I hope you can achieve your goal اتمنى انك انت تحقق هدفك طيب المهم هنا في رقم خمسة هنحط بقى السبب اللي بيخليه عاوز يشتغل الوظيفة ديت اللي هي journalist فممكن يقول because I like meeting people لاني انا بحب مقابلة الناس وننتقل بعد كده يا شباب للسؤال الثاني skill يعني مهارة diet يعني نظام غذائي fur لهو الفارو habitat يعني mountain swim يعوم swimming العوم او السباحة polypolar bears اللي هي جامع كلمة الدب القطبي are excellent swimmers يعني سباحين ممتازين but their favorite is on top of the ice ولكن ايه المفضل اليوم بيكون على قمة الثلج that covers architect's much of the year اللي بيغطي بحار القرة القطبية في اغلب العام طبعا قمة القمة هنا اللي هي top of the ice دي تعتبر الموطن بتاع البولار bears يبقى number one هتكون habitat they have thick layers of fat يعني لديهم طبقات كثيفة of fat من الدهون and نقطة وإيه تاني to keep them warm عشان تحافظوا على الدفء بتاعهم يبقى طبعا number two هتبقى fair نتكمل القرية بعد كده to keep them warm while نقط عشان تحافظوا على دفئهم أثناء الايه while swimming ممكن while يجورها فعل ing بعد كده the majority of polar bears يعني الاغلبي من polar bears نقطة consists of seals عقول البحر اللي هما بيستضوهم in the water في المية طبعا seals يعني بيعتبروا الوكبة الخاصة بالpolar bears number four هتبقى die نتكلم للشباب للسؤال التالي اللي هو reading comprehension what do people need to lie their homes and drive their cars اهل الناس محتاجينه علشان يضيقوا بي المنازل بتاعتهم ويقودوا بسيارتهم energy يعني الطاقة دي طبعا الإجابة it gives power to many things we need and use يعني الطاقة دي طبعا إيتي تتواجد على الطاقة الطاقة يعني بتمنح الpower القوة لكثير من الأشياء اللي احنا محتاجينها و اللي احنا بمستخدمها most of the energy people use يعني معظم الطاقة اللي الناس بتستخدمها comes from coal يعني منشأها أو بتأتي من coal الفحم oil والبترول and gas والغاز they are called fossil fuels يعني دول يطلق عليهم fossil fuels يعني وقود حفري those fuels come from fossils under the ground يعني الوقود الحفري دوت منشأوا من الفوسيل اللي هي الحفريات اللي موجودة under the ground تحت الأرض fossils are the remains of plants and animals that lived long ago بمعنى ان الفوسيل الحفريات هي عبارة عن البقايا بتاعة النباتات والحيوانات اللي كانت عايشة من زمان جدا burning fossil fuels pollutes the air حرق الوقود الحفري بيلوس الهواء the air becomes dirty يعني الهواء بيصبح dirty يعني متسق وملوس that can be harmful to people animals and plants ده ممكن يبقى harmful يعني ضار ضار على people الناس والانمال الحيوانات والنباتات now more people are using clean energy حاليا ناس اكتر بيستخدموا الطاقة النظيفة such energy مثل هذه الطاقة اللي الطاقة النظيفة يعني does not pollute the air يعني مش بتلوس الهواء here are two kinds of clean energy وهنا او اليكم نوعين من الطاقة النظيفة the sun gives earth heat and light the sun gives earth heat and light يعني الشمس بتعطي للأرض الحرارة والضوء some homes have solar panels on the roof بعض المنازل بها الواح شمسية على الأسطح the panels collect sunlight and turn it into electricity to light our homes and watch television يعني الالواح الشمسية ديت بتجمع ضوء الشمس وبتحول لكهرباء علشان يضيء بيوتنا ونشاهد بها التلفزيون solar power يعني الطاقة الشمسية can be also used to warm up the water ممكن تستخدم أيضا لتدفئة الميا in our homes فيما نزلنا people can turn wind into electricity الناس ممكن يحولوا الرياح إلى كهرباء wind turbines يعني توربينات الرياح are machines هي عبارة عن آلات that spin يعني بتدور when the wind blows لما الرياح بتهب لبقى to make electricity علشان تصنع الكهرباء أو لتوليد الكهرباء wind turbines يعني توربينات الرياح are machines هي عبارة عن آلات that spin اللي بتدور when the wind blows لما الرياح بتهب to make electricity لتوليد الكهرباء نيجي بقى الشباب لأول السؤالة عندنا قولي the main idea of the passage is about نقط يعني الفكرة الرئيسة بتاعت الموضوع دوت آآ عن آه المناخ ولا energy ولا water ولا animals طبعا اللي توربي هي اللي جابها الصحيحة energy الطاقة نمبر two الفحم آآ and gas are kinds of نقط دول عبارة عن أنواع من آه ويست يعني فضلات أو نوفيات يعني ولا clean energy الطاقة النظيفة ولا fossil fuels ولا dirt طبعا تبقى fossil fuels اللي هي الوقود الحفري رقم ثلاثة the device الوسيلة أو الآلة that is used to collect sunlight to turn it into electricity is called نقط آآ الوسيلة آآ اللي بتستخدم آآ في في تجميع آآ ضوء الشمس عشان نحول لليه كهرباء اسمها الوسيلة ده طبعا solar panels اللي هي الألواح الشمسية آآ السؤال الرابع ونخلي لبلنا بقى بقول لي which type of energy is healthier to use and هي نوع من الطاقة is healthier يعني أكثر صحيا to use للاستخدام طبعا آآ الطاقة النظيفة هي الطاقة الأكثر صحية للاستخدام فالإجابة هتبقى solar and wind power السؤال الخامس بقول لي mention mention يعني أذكر mention two things أذكر آآ حكتين اتنين that people do with clean energy أذكر حكتين اتنين الناس آآ يعني أذكر حكتين اتنين الناس بيقوموا بهم آآ بالطاقة النظيفة طبعا دي مذكورة في الكتعة شباب من أول to light our homes and watch television ونكمل برضو معاهم نقول solar power can be also used to warm up the water in our homes النقطة الستة عندنا in the future في المستقبل do you think we will stop using fossil fuels هل تعتقد ان احنا هنتوقف عن او هنمتنع عن استخدام الوقود الحفري الاجابة طبعا هنقول yes I think we will stop using fossil fuels او ممكن نلخص نقول yes I think so بمعنى نعم اعتقد ذلك نجي بعد كده للشباب للسؤال الرابع اللي هو choose اول نقطة عندنا شباب بتقول a note is a piece of equipment يعني جهاز من الاجهزة that makes far away things اللي بيخال الاشياء البعيدة look nearer يعني بتبدو اقرب satellite ولا space station ولا telescope ولا lens طبعا هتبقى letter c telescope number two the synonym of the verb avoid is نقط يعني المراضف بتاع الفعل avoid اللي هي يتجنب هيكون try ولا keep away from ولا take away ولا slow down اللي جبعا تبقى letter b keep away from يعني يبعد رقم تلاتة the person who study space is a space نقط الشخص اللي بيدرس الفضاء اسمه ايبقى اسمه a space dentist ولا space scientist ولا space artist ولا space pharmacist طبعا pharmacist مستبعه خالص لان معناها صيدلوني يبقى لتربي هي الاجابة الصحيحة a space scientist يعني عالم فضو رقم اربعة to change the verb design into a noun that refers to the person who does something we add as a suffix بمعنى ان علشان نغير الفعل design للاسم اللي بيشير للشخص اللي بيقوم بالفعل يعني فاحنا بنضيف ايه الصوفيكس ايه طبعا er اللي هو design هنحط طبعا الصوفيكس er عشان هتبقى designer النقطة الخامسة يا شباب solar energy الطاقة الشمسية doesn't pollute environment مش بتلووس البيئة this means it is نقط هذا يعني ان هي dirty ولا green ولا non renewable ولا polluted طبعا اجابة هتبقى letter b green كلمة green بمعنى صديقة للبيئة النقطة السادسة يا شباب بيقول لي خالد would like to set up his own business خالد يود ان ينشئ البزنس الخاص بتاعه الخاص به يعني the verb set up means نقط طبعا set up قلناها يعني ينشئ يبقى finish ولا start ولا play ولا use طبعا تبقى letter b نتوقع دلوقتي يا شباب للسؤال الخامس many bridges يعني الكثير من الكباري نقط make in egypt every year طبعا الجملة هنا هتبقى passive مبنية للمجهول هتبقى الإجابة are made هنجيب or عشان بريجز جمع وتصف ثالث من make يبقى made number two what do I need buying from the shop mom المعروفة الشباب ان need بتاخد وراها two plus the infinitive يعني two زائد المصدر يبقى what do I need to buy النقطة الثالثة if I have more time I would read more books would read would المصدر يبقى حالة تانية من if طبعا ما حالة تانية يبقى لازم أخلي have في الماضي البسيط تبقى اللي جاب had رقم أربعة هده did very well in the test يعني هده أدت أداء طيبا في الاختبار because she revise carefully بعد because بنحط في الماضي التام لأن الماضي التام بيدل على الحدث الأول هده أدت أداء طيبا لأن هي كانت قبل كده يعني مراجعة بعناية تبقى الإجابة had revised النقطة الخامسة والأخيرة عندنا المالك شرح وفسر بأن there will be over 100 new jobs next year هنلاقي الحل والإجابة بتاعة اشتركوا في القناة